قلت له ما تعملش كده تاني ده بره مش هنا اتصدر اسم الفنانة سارة سلامة التريند خلال الساعات اللي فاتت وكانت اشتهرت سارة واتعرفت على انها البنت الجريئة اللي مش بيهمها حد واللي بتعمل اللي هي شافها صح من وجهة نظرها ومش بيهمها رأي الناس وكلامهم هيكون ايه وده الكلام اللي قاله والدها الفنان احمد سلامة لما رد على صور بنته الجريئة اللي ملئة السوشال ميديا واللي ظهرت فيها وهي تقريبا مش لبصة بنترون ورد والدها احمد سلامة على الصور دي وقال انا قلت لها ما تعملش كده تاني والموضوع ما وصلش لدرجة خلاف بني وبينها لان انا لو في خلاف مع بنتي مين هيبقى جنبها لو انا في خلاف معها وقال كمان احمد سلامة انه قال لبنته ان الافكار بتات التحرر دي بره مش هنا احنا هنا في مجتمع شرقي وهي وجهة نظرها اننا لو عيشنا نلبس الياج بالناس ونعمل الياج بالناس هتبقى مخنوقة وقالت له انا مش بعمل حاجة غلط وقال احمد سلامة انه حاول لقناها وانه قب ديمقراطي وعمره ما ضرب بناته قبل كده ودايما بيتناقش معاهم وده لان الممنوع دايما مرغوب لكن الحياة لو الكلام كان على قد الصور الجريئة كان ممكن يتقبل لكن لما الموضوع يوصل انها في وقت من الاوقات عملت فوتو سيشن كامل لنفسها وهي حامل ووقت الصور دي طلع كلام كتير واتقال ان والدها ضربها لكن والدها طلع ونفى الكلام ده وقال انه ما ضربهوش وتقال برضو انها سقطت الحمل ده وتقال برضو ان ده مجرد فوتو سيشن وما فيش حمل ولا حاجة وان الفوتو سيشن ده كان بهدف قصارة الجدل والحياة انا مش فاهم ازاي واحدة مش متجوزة تصور نفسها وتعمل نفسها حامل علشان تصير الجدل وعشان تخلي الناس تتكلم عنها الحياة انا ما عنديش تعليق على الكلام ده وسايب التعليق والحكم ليكم فياريت تشاركونا بقراءكم في التعليقات والحد هنا يكون الفيديو خلص الى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد